نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أولا عوز نبه الإخوة الذين أتوا إلى هذه الحلقة حتى يزدادوا إيمانا وحتى يتعلموا التوحيد وحتى يسمعوا كلام ربهم سبحانه وتعالى ويسمعوا كلام نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ألا يشتغلوا بأحد من المشوشين لأنك إذا تكلمت معه يا من تريد أن تسمع كلام الله عز وجل وتسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تناقشت مع هذا المهرج وهذا المشوش ستجعل الحلقة أكثر من حلقة ستعمل لكم حلقة ستبقى عام الحلقة بإجاي واحد ستعمل الحلقة بإجاي فإذا قصدك دار تسكد ستعمل لنا تشويج زيادة فالزولة البشوش ده خليه خليه المكرافون ده يا إخوان المعلومة ده أفهموها أعلى من صوت الزولة البتكلم المكرافون ده أعلى من صوت الزولة البكورك لو قاعد يكورك يا كورك ينبح ينبح فيني الحلقه بيوجعه وبيمش فتخليه والحلقات دي نحن ما جينا عندنا فيها مشكلة دنيوية مع الحلقات دي أجابنا عشان الدين بتاع الله سبحانه وتعالى أجابنا فيها الإسلام الذي هو دين كل الحضور علينا الحضور ولله الحمد المسلمين طيب أنحن أجينا نبين ما هو الإسلام وكيف يكون الإنسان مسلما لله عز وجل الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة من سواه من المخلوقين لا يعبد مع الله عز وجل مخلوق من المخلوقين هذا هو الإسلام هذا هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وهذا الذي جئنا من أجله ما جئنا ندعو لجماعة ولا جئنا ندعو لحزب ولا جئنا ندعو لطريقة ولا جئنا ندعو لنكون متبعين من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد من كل المسلمين وهذا واجب عليهم ما حاجة يعني هم مخيرين فوقا ده واجب على كل مسلم كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب عليه أن يعبد الله عز وجل وحده وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فلا يجعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدبوعا يتبعه في كل ما يقول داد دائرينه دائرين من الناس العبادات كلها لها الله والعبادات كلها تكون عن طريق الشريعة التي جاءت عن طريق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعني ما تعمل عبادة ما تكون حاجة حلال حاجة حرام إلا أن يكون عندك مستند من كتاب الله أو من سنة رسول الله ولا نتبع شيخا من الأشياخ ولا حتى إماما من الأئمة إذا كان كلامه مخالفا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك يقول إمام دار الهجرة مالك بن يانس رضي الله عنه يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبل النبي عليه الصلاة والسلام يعني الأئمة إذا قالوا قولا مخالف للكتاب والسنة نقول رحمهم الله ورضي الله عنهم لكن القول المقدم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كلامنا الكلام ده في ظل بأباو في مسلم بأباو أنا أستعلم أن أجعب فصل لك في تلك في ناس كتار بأبو الكلام ده ككلام مجمل كده ما في ظل بأبو لأنه الكلام المجمل ده بيقولوا كثير من الدعاة دعاة الضلال بيقولوه كويس دار ينبسوا على الناس يعني يكون أخو مسلم دار شاف لكم زول من الناس اللي بيحبوا التوحيد ولا يكون واحد أنصار سنة كويس عرفي أن الناس بتفهم العقيدة وما إلى ليها وبتحبها دار يعمل لجمهور أخوانا المسلمين الجماعة بتاين طيبة وغيرهم يقوم يجيب لك كلام مجمل التوحيد عظيم وشرك قبيح والناس توحيد الله وا 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 نوحيد الله كيف يالأخو المسلم توحيد الله تقول يا الله براه ما فيها كباشي وما فيها مرعي وما فيها مكاشفي وما فيها صايم ديما وما فيها ركاني الله براه الكلام ده ما بيرضي الناس الكلام العاجب الموحدين البسر الموحدين الصوفية ما بيرضوه ما بيرضوه إنه يكون الله براه الله ورانا في القرآن قال لنا وإذا ذكر الله وحده إشما أزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون يعني الذين لا يؤمنون بالآخرة يستبشرون بذكر الأنداد الذين جعلوهم مع الله عز وجل لو جبت لهم المشايخ بتاعينهم وقلت لهم الشيوخ بينفعوا وشيوخ بيلحقوا وشيوخ بسووا بسووا تلقى يقول لك الله أكبر أنت من زمان وين يقول لك أول ما تقول له الشيوخ ما عندهم حاجة مع الله الشيوخ لا بيحيوا لا بيميتوا لا غيروا الله سبحانه وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون وتقول لهم الله سبحانه وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين تجيب لها الآيات دي؟ طوالي كوريك أنتم وحبية ودي آيات بتاعت مشركين يا أخي القرآن ده بتاع مشركين تأزال ما نصيحه ولا شنو؟ القرآن ده بتاع المسلمين أنت دار تشتغل ببعض القرآن وبعض القرآن ده تخليل المشركين ولا شنو؟ القرآن ده بكل ما فيه واجب على كل مسلم أن يؤمن به وأن يعمل به تأغالوا لعب ولا شنو؟ قائلوا لعب؟ القرآن ده الله مش قال لك فوق القرآن وأقم الصلاة لذكره مش أصليت؟ كويس الله في القرآن قال لك ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الله في القرآن قال لك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ده في القرآن إنت دار تصلي وما دار تخلي الدعاء اللي الله براه إنت لو دائرة شغلة خيار فقص أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا قال الله سبحانه وتعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا شفت الزولة دائرة يشيل في القرآن الحاجة اللي بتنفع معاه الدعاء لألا براه دي ما أنا براه الشيخ دائر النوم مع الله كويس؟ الصلاة دي بيجي يصلي لألا براه كويس؟ السجود ممكن تلقى بسجود لألا براه لكن الخوف دار يخاف من الله ودار يخاف من الشيخ مع الله وده ما ببعض في الدين الإسلامي في الدين الإسلامي تخاف من الله بس ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ده الله قال لك كده إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فدار تخاف تخاف من الله براه تخلص المحبة لله عز وجل لا تشرك المشايخ بتاعنا الطرق برعي كباشي صايمدي ما غيره ما تشركوا مع الله الكلام ده في ناس ما بيرضوه الكلام ده في ناس والله بس تحتار بس ناس ما دائرين الكلام ده ونحن بنقوله ونحن ما جئنا هنا نقدم ما يطلبه المستمعون وما جئنا هنا عشان نرضي الخلق نحن أتينا إلى هنا من أجل أن نرضي رب الخلق سبحانه وتعالى ما داري الرضاك شاماته عن تقوير الكثير والكلام ده ما ظريف والكلام ده ما بيعجبنا وعليك اللي غيروا لينا شوية وطوالي ما ممكن تتكلموا في الموضوع ده بنتكلموا في أجل طوالي انت خليته حمد المنتصر الدجال الزنديق الذي يتبجح في الفضائيات ليلة النهار في الإزاعات في التلفزيون في الجرائد في جميع وسائل الإعلام يتبجح بالشرك من الله عز وجل يقولوا أن السجود للأشياخ بتاعنا الطرق هؤلاء الدلال ما فيه شيء تسجد للشيخ ما فيه شيء تركع للشيخ ما فيه شيء تقول بدد يا شيخ بدد الحقنة ما فيه شيء ده قعد يقول الكلام الباطل ده نحن نسكت ما بنسكت والله رضيد ما رضيد ما بنسكت الشيخ ما عندهم حاد يا محمد المنتصر ونحن بنتحداك يا محمد المنتصر بدل ما بتتبجحوا تشكي للحكومة والحلقات دي وقفوها وفي داعش ظهروا نحن ما داعش والناس كلهم عارفين أننا ما داعش نحن لو كنا داعش نحن لو كنا داعش يا حمد المنتصر كان زمان فجرناك عارف الكلام ده كان فجرناك زمان لكن نحن بنقدم آيات وحادث بنقدم آيات وحادث نحن عندنا لك تحدي يا محمد المنتصر قلت الشيوخ بينفعوا قلت الشيوخ بيدروا نحن دائرينهم يضرون نحن دل أدعوهم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستديبوا لكم إن كنتم صادقين ناديهم يا حمد المنتصر نادي البرعي نادي الكباشي نادي صايم ديمة نادي الركاني ما تخلي شيخ ما تناديه خليهم اللي يضرون وما يقدروا والله العظيم ما يقدروا قال الله سبحانه وتعالى في من هم أعظم من مشايخ هؤلاء الدلال مشايخ الطرق الصوفية قال الله عز وجل عن عيسى وعزير والملائكة وصالح الجن إن الذين والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استدابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير قال الله عز وجل عن عيسى ابن مريم للذين عبدوه وللذين عبدوا عزيرة قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلها لو نادت عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام نادت رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويلها أولئك الذين يدعون يعني أولئك المشركين الذين دعوا الأنبياء والصالحين مع الله قال أولئك الذين يدعون أولئك الذين يدعونهم مع الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا هذه الآية نزلت في الذين يسألون عيسى وعزير والملائكة من دون الله قال الله عز وجل عن عيسى وعزير والملائكة فلا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويلها تجي تقول له شيوخك يا حمد المتصر تقول لنا القادر بيقدر ينفع التجاني بيقدر ينفع لو بتقدروا لو عندكم تحكم في الكون دا يا صوفية المانعكم توقفون شنو حلق إذا غالبكم حلق استغيرون إذا غالبكم ما بتقدر يا صوفي ما بتقدر دي حجة الله جعلها إلى يوم القيامة تحدي لكل مشرك أنه لو دعا إلى يوم القيامة لا يستجاب له الله سبحانه وتعالى قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين صلى الله وسلم على نبي محمد بارك الله فيه